أهم ما يزعج السيدات المتأنقات بشكل عام وسيدات المجتمع بشكل خاص وماذا عن الدوقات الزوجات المرافقات للأمراء في رحلة إلى دول الكومنولث أو الدول تحت التاج الملكي البريطاني عما نتحدث هنا طبعا عرفتم أنهما الأمير هاري وزوجته الحامل بأشهرها الأولى ميغان مارك اليقومان بجولة في مملكة تونغا وهي أخبير من الجزر المكونة من 167 جزيرة متناثرة في المحيط الهادئ بين نيوزلندا وهواي ميغان في هذه الصورة تضع إكليلا من الزهور الحمراء حول رقبتها وخصرها أيضا تلفه بتنورة يدوية الصنع يطلق عليها ناوفالا مهاري أيضا يتجاول معها مرتدي نفس التنورة أو نفس الزي وهو مرتبط هذا الزي بالتقاليد تلك المدن يرتدي الزوجان عادة تنورتين باللون الأحمر والأبيض فوق من لبسهما العادية عند الخصر كما تحدثنا ولكن مشاهدين دوقة ساسكس ميغان ماركت تعرضت لموقف المحرج أثناء وصولها إلى مطار فاوا موتور في تونغا في بولنيزيا مع زوجها الأمير هاري المصورون رصدوا ميغان وهي تنزل السلم ترتدي فستانا أحمر جميل جذاب أليس كذلك؟ لكنها نسيت أن تحذف البطاقة تظهر هنا في هذه الصورة دع الكاميرا تقترب منها بطاقة السعر ولكن نحن لسنا هنا للحديث عن فقط الفستان وجماله ميغان بدت جميلة في ملابسها الحمراء كانت هناك مشكلة واحدة في الملابس هذه العلامة لا تزال تعلق على الجزء السفلي من فستانها يبدو أن هم استطاعوا تقريب ومعرفة سعر الفستان 430 دولار أمريكي وفقا لما أظهره سعر البطاقة المنسية على الفستان موقف لا تستطيع الكثير من النساء أن تتمناه لنفسها